في تركيا شارك ألاف المسلمين اليوم بحضور رئيس التركيا رجل طيب أردغان في أول صلاة داخلة وفي محيط متحف آيا صوفيا سابقاً الذي تم تحويله مجدداً إلى مسجد التقرير الشيما أبو علام لأول مرة ومنذ ستة وثمانين عاماً آيا صوفيا تفتح أبوابها أمام آلاف المسلمين لأداء صلاة الجمعة بعد أن تم تحويلها من متحف إلى مسجد مجدداً وبالرغم من تغرضه لانتقادات من قبل زغماء دينيين والسياسيين إلا أن الرئيس التركي رجل طيب أردغان يصف الخطوة بالمهمة للغاية كان هذا اليوم مهماً جداً من حيث تحقيق رغبة شعبنا التي تعود إلى عقود خلت وحسب الأرقام الرسمية التي توصلت بها للتو فقد توافد 350 ألف مصل لأداء الجمعة الرئيس التركي انضم إلى المصلين بتلاوة آيات قرآنية قبل بدء الصلاة فيما ألقى رئيس الشؤون الدينية في تركيا أول خطبة جمعة وفق العادات العثمانية وفي إطار إجراءات الحد من انتشار وباء كورونا قامت السلطات بقياس حرارة المصلين الذين دعوا إلى التزود بكمامة وسجادة صلاة فردية ووسط الانتقادات عبر المصلون الأتراك المتوافدون للصلاة بالمسجد على تأييدهم للخطوة مؤكدين أنها رمزاً لسيادة بلادهم إنها أول صلاة جمعة في هذا المكان إننا نحس ببهجة عظيمة اليوم لا يمكن وصف هذا الشعور إن التعبير يعجز عن وصف هذه التجربة ونحن كنا من بين من عاش هذه اللحظة التاريخية قرار الصلاة في آيا سوفيا تخذ بعد يومين من إلغاء المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء الصادر في الرابع والعشرين من نوانبر 1934 القاضي بتحويل المكان من جامع إلى متحف وتعد آيا سوفيا سرحاً فنياً ومعمارياً يوصف بالفريد كان مسجداً لمدة 481 سنة ثم تم تحويله إلى متحف في ثلاثيليات من القرن الماضي وهو مدرج على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو التي عبرت بدورها عن أسفها على تحويله إلى مسجد مجدداً مصطفة إلى جانب منتقدين آخرين لهذه الخطوة